موسيقى للحفاظ على الأمن القوم المصري والمصالح المصرية والعمل على تعظيمها تناولنا طبعا المشاركة مصر الفعالة في قمة الكويت وخطاب السيد الرئيس الجمهورية الذي عكس شمولا في الطرح لأنه لم يتناول الشأن الداخل المصري فقط وإنما تناول كل هموم العالم العربي هموم التي تحاول النيل من الهوية العربية والسيد الرئيس تناول مبادرات وأفكار معينة تناول قضايا العرب الأولى تناول القضايا الفلسطينية قضية القدس تناول الأزمة السورية تناول قضية الإرهاب وخطورتها على العالم العربي تناول أيضا مبادرات كمحول أمية في العالم العربي في العقد القادم وخلافه هناك التحركات مكسفة تقوم بها الخارجين المصرية لدفاع عن مصالحنا تحركات مع السودان الشقيق لتعميق وتطوير العلاقات بناء على مبدأ المصالح المشتركة هناك زيارة كانت هامة سبقة القمة قام بها وزير خارجية إلى لبنان لأن لبنان له دوره التنويري في الإطار الثقافة والحضارة العربية وكانت لقاءات مهمة لوزير خارجية مع القيادات اللبنانية أيضا التحركات المصرية الواعية في إفريقيا والتي تستهدف انهاض وأحياء وتفعيل الدور المصري في القرى الإفريقية ست جولات عملهم وزير الخارجية في إفريقيا وبدأت تؤتي ثمارها إفريقيا الآن تعود إلى مصر ومصر تعود إلى إفريقيا وهناك تفاهم لما واقف مصر فيما يتعلق بمشروع سد النهضة وإجماع على ضرورة عودة مصر إلى ممارسة دورها الطبيعي في إطار أنشطة الاتحاد الإفريقي هناك تحركات مصرية واعية لحشد الدعم للموقف المصري فيما يتعلق بسد النهضة والتأكيد على أثاره الخطيرة على مصر أيضا هناك تحركات مصرية لتأكيد استقلالية القرار المصري من خلال تنويع البدائل وإضافة شركات وجدد التحركات المنموسة مع الروسيا الاتحادية مع الصين مع الهند مع اليابان مع كوريا الجنوبية فهذا أمر ممنهج أمر يتم التركيز عليه صيانة المصالح المصري أخير تتعودهم ومشتها بشأن مصدر لكم إحنا بطبيعة الحال تم توزيع عناصر الموقف المصري على كل دول العالم لشرح الحقائق وأن مصر لا تعارض حق الدول الأفريقية في التنمية ولا تعارض حق إثيوبيا في بناء السد بل أن مصر عرضت المشاركة في تمويل هذا السد المهم هو عدم الإضرار بمصالح أي طرف وأن إثيوبيا اتخذت مواقف مفاجئة دون التنصيق مع مصر فيما يمثل انتهاك لقواعد القانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية 1902 و1993 التي تحذر على إثيوبيا إقامة إنشاءات قد تسبب ضرر لدولة المصب وهي مصر والأمور نتحرك فيها هذا موضوع مصر الأمن القومي بشكل مباشر هناك تحرك مصري وفق الخطة تم التوافق عليها في إطار اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء هذا التحرك يتم بالتوازي يتم في الإطار الإفريقي في الإطار الدولي وفقا للموقف الإثيوبي إذا استمر التعنت إذا ما استمر العناد فهناك إجراءات أخرى يتم التحرك بشأنها لصيانة المصالح المصرية لأنه أمر يخص الأمن القوم المصري كما ذكرت شكرا طبعا في تحرك مع المعارضة السورية لتوحيد الرؤى وتوحيد مواقفها هناك تصلاة مكثفة تقوم بها مصر مع الأطراف الإقليمية الفاعلة كان في لقاء مؤخرا بين وزير الخارجية نبيل فهمي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية هناك تنصيق مع قوى دولية فاعلة أيضا للعمل على التأكيد على الحل السياسي للأزمة العمل أيضا على توحيد رؤى المعارضة كما ذكرت لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية وضرورة وقف كافة أعمال القتلى التي تطال الشيوخ والنساء والأطفال آخر سؤال بالنسبة لدورة حضرتك وحسة ترشح مشير السياسي هل شكل التعاون مع الدول المعارضة بصورة المعارضة لا طبعا قطر الموقف وضحناه أكثر من مرة أن هناك مطالب مصرية محددة لا بد من الاستجابة لها حتى يتم تحقيق المصلحة لا بد من تغيير السياسات لا بد من تغيير المواقف وليس مجرد تغيير التصريحات المشكلة ليست مع مصر فقط مشكلة قطر مع غالبات الدول العربية حتى في داخل البيت الخليجي وعلى قطر أن تحدد موقفها وإلى أي جانب هل تقف مع التضامن العربي أم إلى الجانب المخالف شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا